ما تزال صورة غير واضحة حول شكل نهاية العام الدراسي حتى الآن فما تزال هيئة الرأي في وزارة التربية لم تحسم أمرها فيما إذا ستعتمد درجة نصف السنة كنتيجة نهائية أم أنها ستجري الامتحانات الحضورية مع تجديد الإجراءات الصحية وبين هذا الرأي وذاك يبقى المهم لدى الوزارة بحسب الناتق باسمها هو إكمال المنهج الدراسي لتحقيق الفائدة العلمية هل ممكن أنه الطالب إذا ما تم الاعتماد حتى إذا على درجات نصف السنة هل يكون الطالب هو مؤهل بالشكل الإيجابي وبالشكل الجيد هل أخذ المعلومات بالشكل الكافي خلال هذه الفترة لذلك نتمنى من المجتمع أن يعي هذا الموضوع بشكل جيد نهاية العام الدراسي ليس معنا نهاية العملية التربوية يجب على الجميع أن يأخذوا أو يتحملوا أو يكونوا مشاركين في هذه العملية التربوية أو حتى بما يمر به العراق من تحديات في ظل هذه الأزمة وفيروس كورونا تضارب الأنباء وتسريبات واعتبار العام عاما للعبور جعل الكثير من المدرسين يمتنعون وبحسب الطلبة عن إعطاء الدروس عبر المنصات الإلكترونية الأمر الذي أدى إلى عدم إكمال المنهج وتراكم المواد الدراسية على الطالب عدنا ثلاث طلاب بالصف ما عدهم نت بالبيت وعدنا بعض طلاب ما عدهم موبايلات قالوا قلنا لهم شنون قوي قالوا الله يطيقهم العافية بعد واحد شي سوي هسه وبعد ما لعبوه قالوا وسنعبوه وجعنا قلوبات ما قاعدين نشون وكفوا معنا نشون أوحن المدرسة قالوا امتحان ماكوا امتحانات ما نشون صارت مدرسة دوخة فيما يشدد الأهالي على ضرورة التأكيد على أكمال المنهج الدراسي لضمان الفائدة العلمية للطلبة الذين تأثرت مستوياتهم نتيجة عدم فاعلية التعليم الإلكتروني نشوف الطالب فاشل فاشل الطالب ماذا يعرف يقرأ ماذا يعرف يكتب ما تقدر تتحكم به ماكوا هناك رادع بالمدرسة لأن إذا موكوا رادع بالمدرسة أنت كأب وأم ما تقدر تسوي شي لأن ماكوا محاسب هناك وسواء أن أنهي العام الدراسي باعتماد درجة نصف السنة أم بإجراء الامتحانات النهائية يبقى المهم هنا هو مدى الاستفادة العلمية للطلبة من المنهج برمته لقناة الفرات أحمد الزيدي بغداد